أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة يهدف إلى توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال تفاقده المنطقة اللوجستية بطنطة وما تم من أعمال تطوير على كورنيش المدينة تعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية أولى وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر حيث توفر أكثر من خمسين الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع وتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة بنسبة 80%